اشتركوا في القناة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ليس بأمانيكم أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب والأماني أحاديث النفس المجرد عن العمل المقترن بها دعوة مجردة لو عرضت بمثلها لكانت من جنسها وهذا عام في كل أمر فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعوة فالأعمال تصدق الدعوة أو تكذبها ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا آماني أهل الكتاب الأماني أحاديث النفس المجرد عن العمل الدعاوة أن يدعي الإنسان أنه وليا لله عز وجل وهو من أبعد ما يكون عن ذلك يقترف المحرمات ويصر عليها بل وربما يجاهر بها ويتهاون بالواجبات والفرائد ويظن مع ذلك أنه من أولياء الله وأن الله يحبه يتعلق بالمعاملات بين الناس فإن الأمر فيما يتعلق بالإيمان أعظم وأجل فالذي يدعي من الإيمان منزلة ومكانة ليست له ولم ينزلها فإن هذا الكلام وهذه الدعاوة لا تنفعه لذلك وجدنا القرآن في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ادعوا لأنفسهم مكانة ليست لهم فأدبوا على ذلك فهم لا زالوا في منزلة الإيمان ولم يرتقوا بعد إلى درجة الإيمان هم لا زالوا في منزلة ودرجة الإسلام ولم يرتقوا بعد إلى درجة الإيمان يقول وهذا عام في كل أمر يعني فيما يتعلق فيما بين العبد وبين غيره وفيما يتعلق بين العبد وبين الناس لا تأخذ الأمور بمجرد الدعاوة بل لابد مما يدل على صحتها أو كذبها وأهل الكتاب لهم من ذلك أوفر حظ ونصيب فإنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك من الدعاوة فأبطل القرآن ذلك كله وأن الأمر ليس بمجرد الأمان والأحلام كذلك الأمر في من لا ينتسب لكتاب ولا رسول وهذا من باب أولى وأحرى بل ويدخل في ذلك أيضا من ينتسب إلى هذا الدين فحينما يدعي لنفسه مكان ومنزل كما ذكرنا ليست له فإن الأمر لا يتحقق له بمجرد الدعاوة يقول مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعوة فمن ينتسب مثلا إلى الإسلام بنطق الشهادتين ولم يأتي بعمل القلب مثلا فهو لا يحب الله ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب دين الإسلام منافق اقتصر من الدين على نطق الشهادتين وقول اللسان فهذا وإن نفعه في الدنيا فإنه لا ينفعه في الآخرة ومن وافق قلبه لسانه ولم يكن منافقا لكنه لم يأتي بما فرض الله عليه ولم يترك ما حرم الله عز وجل عليه فهذا عرض نفسه للعذاب هو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لذلك وجدنا بعدها يقول الله من يعمل سوءا يجز به قاعدة من القواعد التي تظهر في واقع الناس وفي دنيا الناس الجزاء من جنس العمل وكما تدين تداء من يعمل سوءا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فلابد له من جزاء إن لم يبادر إلى التوبة يقول وهذا شامل لجميع العاملين لأن السوء شامل لأي ذنب لأي ذنب كان من صغائر الظنوب وكبائرها وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوي أو أخروي والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله فمستقل ومستكثر فمن كان عمله كله سوء فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم أمن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله وإنما يصدر منه أحيانا بعض الظنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلم في بدنه أو قلبه أو حبيبه يعني من يحبهم أو ماله ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب وهي مما يجزى به على عمله فقيضها الله لطفا بعباده يعني هذا الجزاء يجزى به قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا فالكافر مثلا إذا مات ولقي الله على كفره يجاز على أفعال السوء بالخلود في النار المؤمن والمسلم إذا عمل صالحا وخالط ذلك شيء من السوء فهو في المشيئة إن شاء الله أعذبه وإن شاء غفر له إذا كان قد قصر في الواجبات أو اقترف شيئا من المحرمات وفي الدنيا يصاب بشيء من الهم والغم والأذى من الناس مثلا وبعض الآلام والأمراض فهذه كلها مكفرات مكفرات لهذه الذنوب الصغائر التي وقعها ووقع فيها يقول وبين هذين الحالين مراتب كثيرة يعني حال الكافر وحال المسلم وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص يعني إذا تاب فإن الله عز وجل يعفو عنه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هذه لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازات على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه فأخبر الله تعالى بانتفاء ذلك فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه ومليكه سبحانه وتعالى يعني ليس له ولي من دون الله يعينه على تحصيل ما يحبه وليس له ناصر يدفع عنه ما يخافه ليس له شيء من دون الله ولا أحد من دون الله سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة ترشدنا إلى خطر الأمان الفارغة بلا عمل وطاعة وهذه فيها ربما أكثر الناس يخدعهم الشيطان ويزين لهم ويعيدهم ويمنيهم فيعتمدون عليها بدون عمل كما قال ابن القيم إن قوما ألهتهم أمان المغفرة فخرجوا من الدنيا بغير عمل وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتهاد في العمل بقوله واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز والمشروع للعبد أن يكون خائفا راجيا يخاف من ربه ويرجوه ويجتهد في الأعمال الصالحة كما قال الله عن أنبيائه ورسله ويدعوننا رغبا ورهبا وإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يحصل له الخير الذي يريده ويندفع عنه كل شر وكل سوء بإذن الله تعالى ويكون الله عز وجل وليا له ونصيرا قلوا قولي هذا واستغفر الله عليكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين